عام 1889 له في ذاكرة مكان مميز فقد اعتنيت بالتاريخ وعرفت أن الثورة الفرنسية احتفلت بعيد ميلادها المئة في هذا العام كان احتفالا مشهودا وأقامت فرنسا له برجا نعم في هذا العام 1889 ولد برج ايفل ومعه ولد في عام 1889 نذكركم هتلر ورأى هتلر برج ايفل وتصور عنده ذلك عندما احتل باريس وقبل أن يطرد الحلفاء جنود هتلر من باريس أمر بنسف برج ايفل لكن الجنرال الألماني ديتريش فون كولتيتس فضل أن يستسلم للحلفاء وبقي البرج وبقي الجنرال حيا واعتنيت أتكلم الآن عن نفسي بأدبنا العربي فعرفت أن عباس محمود العقاد ولد في هذا العام ولم يرى العقاد برج ايفل صاحبنا كان ذا ثقافة سكسونية ولكنه أيضا لم يسافر إلى انجلترا التي كتب عنها وعن أدبها بضع مئات من الصفحات العقاد سافر إلى فلسطين وألقى أحاديثا من إذاعة القدس وسافر إلى السودان كان ذلك عندما فر من وجه الفيلب ماريشال أيرفن روميل الألماني الذي كان يدق باب مصر لو لا أنهزم في العالمين وسافر العقاد إلى الحجاز ورأهم يستعملون رأهم بالأحرى لا يستعملون مكبرات الصوت في الحرم المكي سأل فقال له مسؤول التشريفات وكان يرتدي النظارة قال له هذه بدعة فقال العقاد النظارة التي ترتديها توضح الصورة وهي ليست بدعة فوضحوا لنا الصوت بالمكبرات وفي هذا العام لا تنسوا أننا نتحدث عن عام 1889 وفيه ولد طاها حسين الذي كان مربوطا إلى فرنسا بمطاطة لا يكاد الصيف يحل حتى يرتحل إليها مع زوجته الفرنسية سوزان وأما أنه رأى برج إيفل فهذا كان يستلزم نظارة أقوى من نظارة صاحب العقاد قد أنصفه نزار قباني عندما قال ارمي نظارتيك ما أنت أعمى هو بين العقاد وهو ذو الثقافة السكسونية وطاها حسين ذو الثقافة اللاتينية بينهما قامت معركة أدبية لطيفة وكان كلاهما من أعمدة الأدب العربي وفي هذا العام والرابط في هذا الكلام هو العام ولد إليا أبو ماضي ولم يكن صاحب لغات ملأت العربية عليه حياته تزوج امرأة عربية وأنشأ مجلة عربية وهذا رغم أنه قضى عمره في الولايات المتحدة اكتفى من الإنجليزية بأن سمى أولاده الثلاثة أسماء إنجليزية ريتشارد وإدوارد وروبرت وفي هذا العام ولد ميخائل نعيم في لبنان هذا قبل أن يحاول فرنسة لبنان على أن أهله أرسلوه إلى المدرسة الروسية في الناصرة بفلسطين ثم ذهب إلى روسيا فعرف الروسية وكتب فيها شعرا ومنها إلى أمريكا فعرف الانجليزية وكتب بها كتابه مرداد كان صاحب لغات وكانت عربيته تسيل رقة وفصاحة وفي هذا العام ولد تشالي تشابلين ولد في أحضان البؤس وتعلم في مدرسة المشردين في لندن وجعلته عبقريته رمزا للسينما صامتة وناطقة كان يكتب السيناريو ويؤلف الموسيقى ويخرج أفلامه وبالطبع كان يمثل فيها وتصدى شعرا شابلين للفاشية وهج الرأس مالية الجامحة فجاه ضاحكا ثم جادا لم يرضى لنفسه أن يكون مهرجا فقط حققت معه المباحث الفيدرالية في أمريكا أمريكا التي لم تمنحه الجنسية أبدا وفي النهاية هجرها ليموت في سويسرا وفي هذا العام ولد عبد الحميد بن باديس في قسنطينة بالجزائر قال له شيخه أدرس العلم للعلم لا للوظيفة وقال له لا تعمل مع الفرنسيين فلم يتفرنس بن باديس بل توجه إلى جامع الزيتونة بتونس فتلقى على مشايخه وخاصة طاهر بن عشور الذي كان يكبره بعشر سنوات العلم ثم طوف في البلاد حتى وصل إلى الحجاز وعزم على البقاء في المدينة المنورة لكن شيخه هناك قال له بلدك يتفرنس فاذهب إليه وذهب فكان لعبد الحميد بن باديس من الأثر في الجزائر ما كان ليكون له لو أنه بقي في المدينة المنورة والآن أتينا إلى العبارة الجميلة فاصل ونواصل